المشاهدون العزاء أهلا ومرحبا بكم في مجز الأخبار من قناة الشروق قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف قال إن الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية ستعقد اجتماعا بالقصر الجمهوري في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة تواصلت عمليات البحث عن المفقودين بموقع انهيار منجم تركمان جنوب وادي حلفة وتم انتشال أربعة جثث أخرى في وقت متأخر أمس تحت الأنقاض ليرتفع عدد الوفيات لأربعة عشر قتيلا من المعدنين وبعد اكتمال إجراءات الأجهزة الشرطية وإذن الدفن تمت مواراة الجثامين بمدينة وادي حلفة ويذكر أن منجم تركمان تعرض لانهيار سطح أحد الجبال مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى في أوساط المعدنين اندلع حريق هائل بمنطقة أبو دون بمروي أسفر عن خسائر كبيرة في أشجار النخيل والمغروسات وبذل أهل المنطقة والمناطق المجاورة وإسناد قوات الدفاع المدني جهودا كبيرا في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره وساغدت شدة الرياح على انتشار النيران وتمددها في مساحات واسعة حيث شهدت ألسنة اللهب وتصاغدت في مناطق مختلفة أدت إلى بعض النقاط الأساسية التي احترقت فيها هذه المنطقة الجدير بالذكر أن ظاهرة تكرار حرائق النخيل والمغروسات بالولاية الشمالية عامة ومحلية مروي بصفة خاصة أصبحت هاجزا يؤرق المزارعين والسلطات على حد سواء وذلك جراء الخسائر المادية الفادحة التي تخلفها الحرائق للنخيل والمغروسات التي يعتمد عليها معظم الأهالي في حياتهم المعيشية أعلنت شركة المنفذة لكبريا السريف الفلذي بمدينة نيالة اكتمال العمل بالجسر الفلذي بنسبة 80% مشيرة إلى أن التسليم سيكون بنهاية شهر مايو المقبل وقال مهندس المشروع محمد حسين في تنوير بقصر الضياف نيالة إنه بنهاية شهر رمضان سيتم إكمال القواعد الأساسية للجسر بينما تبدأ عملية التركيب لمتبقي الهيكل عقب عيد الفطر ويبلغ طول الجسر الذي يربط جانبي مدينة نيالة حاضرة الولاية نحو 160 متر بحمولة 120 طن تم تمويله من الموارد الذاتية للولاية خسر من ريخ السودان آخر مبارياته مساء أمس بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك المصري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة باستدل القاهرة الدولي بكر مصطفى شلبي بأسرع هدف في البطولة لصالح الزمالك وأضاف ناصر منسي الثاني وقلص العجب الفارق للمريخ لينتهي الشوط الأول بفارق هدفين مقابل هدف للزمالك انطفض المريخ في الشوط الثاني وعدل النتيجة عن طريق الجزول نوح وتقدم البرازيلي باولو سيرجيو للمريخ بالثالث لتعود الأخطاء الدفاعية للمريخ وتمنح الزمالك التقدم مجددا عن طريق ناصر منسي بهدف تعادل ثالث ليعود ذات اللاعب محرزا الرابع في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الزمالك على المريخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وبالنتيجة احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بسبع نقاط وحل المريخ في المركز الأخير بخمس نقاط ويواجه الترجل تونسي غدا شباب بولزداد الجزائري تحدد فيها بعض النقاط التي تتعلق بصدارة المجموعة للفريقين المشاهدون العزاء قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق شكرا لك ربما إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة